ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وفين من افتتاح القنطرة أمام حركة السير خاصة أمام الشاحنات الضخمة وهو ما يؤكد وجود خلال ما في بناء القنطرة ولا تزال القنطرة تتاكئ على أعمدة حديدية ضخمة لعدة أشهر ما يرجح فرضية عدم أمان استخدامها أو تجربتها خاصة وأن جزءا طويلا من القنطرة غير متبت على أعمدة خرصانية كالمألوف لتواجد ممرات تحتية ذات المصادر شددت على أن المسؤولين لم يقدموا لحد الآن على أي تجربة للشاحنات الضخمة وهي محملة بأطنان إضافية لمعرفة قدرة القنطرة على التحمل خاصة وأن القنطرة ستكون المعبر الوحيد من الضار البيضاء باتجاه مراكش وأقادير وهو ما يعني استخداما مفرطا للشاحنات المحملة بالبضائع وغيرها القادمة من ميناء الضار البيضاء ذات المصادر تساءلت عن سبب التسطر على سبب عدم الالتزام بتاريخ الافتتاح المحدد سابقا في نهاية أبريل المنصرم ليتم تأجله إلى نهاية السنة وبداية 2020 وربما عدم افتتاحها بالمرة وفي الوقت الذي افتتحت الصين والكويت قناطر عملاقة فوق البحر في زمن قياسي فإن تأجيل افتتاح هذه القنطرة العادية جدا والتي كلفت ميزانية ضخمة يتير الكثير من التساؤلات حول الصفقات العمومية وطرق تفوتها لشركات غير مؤهلة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية